يعني البعض يقول إن هناك عوامل جينية تؤدي إلى الشذوذ الجنسي هلازي حقيقة؟ الكلام ده أيضا كان منتشر عند دعاية الشذوذ والنهاردة في الغرب بطلوا يتكلموا في الموضوع ده لأن الموضوع أصبح مطبع تطبيع كامل مع الشواب فالكلام ده الآن بدأ يفيد إلينا علشان يمهدوا في المرحقة القادمة للتطبيع ولا يحصل إن شاء الله الكلام ده انتشر في فترة ما في الثمانينيات وبدأ في التسعينيات بدأ بعض العلماء يقول لك فيه جين معين مسؤول عن الشذوذ وانتشر هذا الكلام لغاية ما هؤلاء العلماء بأنفسهم كذبوا في مرحلة تالية هذا الكلام كدين هامر لما خرج وقال يا أخوانا الجين اللي أنا قلت إنه هو مسؤول عن هذا الأمر ليس مسؤول عن هذا الأمر لغاية من سنتين ما طلعت ورقة علمية في نيتشر ودي أكبر مجلة علمية في العالم الورقة دي عمل التجارب على نصف مليون إنسان في الغرب عشان يشوفوا هل الجينات لها دور في المثلية ولا لا وخرجت الورقة بعنوان نو جي جين ليس هناك جين مسؤول عن الشذوذ بنفس هذا اللغة يعني تخيل ورقة علمية تقول هذي الكلام صراحتك نو جي جين مفيش جين بيقادل الشذوذ وطبعا في أوراق علمية اكترا في هذا الباب أيضا صدرت مؤخرا سبحان الله العظيم طيب الدكتور الحبيب حاج أشرت النقطة مهمة جدا في صدرت الحلقة وهي التطبيع مع الشذوذ الجنسي حاج تكلمنا عن إن هناك تطبيع واضح جدا جدا مع الشواز أو مع الشذوذ الجنسي في أوروبا وفي الغرب يعني كيف ترى خطورة هذا التطبيع مع الشذوذ هي المشكلة كما قلت تمرير للأمر عبر وسائل إعلام وبعم مع الوقت يطبع معاه أنا عن نفسي كشخص عمري في حياتي ما اشتهيت الخمور في حياتي بشوف الخمور ده حاجة مش إيه خمرة دي يعني مش دماغي أصلا لأن مجتمعي وثقافاتي ما فيهاش هذا الأمر لكن نخشى مع الوقت لم يطبع مع معصية معينة يبدأ الناس يبقى عندهم حب تجربة لهذا الموضوع يعني مثلا النهاردة فيه رسائل إعلامية تقدم على بعض مواقع التواصل وأنا بسؤال هذا الكلام بتقدم محاولة لترويج الشذوذ بين الأطفال يا ربي بين الأطفال من خلال الانيميشن في مرامج رأيتها بعيني بترويج للشذوذ بين الأطفال فالطفل ممكن يرتكب جريمة بناء على حب المحاكاة يحاكي بس بيحب يجرب مفهمش الموضوعي فدي من أكبر البلاية والرزاية التي لو لا قدر الله تسهل الناس معها هنا دكتور هيسم مشاهدين الكرام بيدق نقص الخطر في الحقيقة للمشاهدين الكرام للأباء والأمهات إحنا أمام مشكلة كبيرة وأزمة خطيرة جدا أنه الدكتور هيسم قام بيشير إلى أن هناك محاولات لنشر الشذوذ الجنسي مش بس بين الشباب أو المراهقين ومراهقات أو الكبار لا ده كمان بين الأطفال من خلال ما يسوق من خلال كارتون أو من خلال التلفزيون أو الإنترنت ترجمة نانسي قنقر